نادي الأهلي عكسي كده يمكن الدوري توقف الدوري توقف 29-11 والمنتخب الجمع عشان الاستعداد للدوري الذهبي وبطولة أفريقيا والبرنامج اللي محطوط من حوالي عام عشان المشاركة في بطولة أفريقيا اللي كانت في المغرب مفروض في شهر يناير الدوري توقف 29-11 كانت اخر مبرأة لجميع الفرق ولكن على غير المخطط له حصل ان بطولة أفريقيا تم تأجيلها الأول الأول اتعملت قرعة وبعد كده تم الغال القرعة وتاني يوم أو تاتي يوم تم إرجاء البطولة والإعلان ان هم يعلنوا بعد كده عن معادها الجديد ومعادها الجديد بقى في شهر 6 وشهر 7 يعني آخر 6 أو السبعة وطبعا ده إدى فرصة لللجنة المؤقتة اللي بتدير اتحاد كل تليدي انها تستقنف تاني الدوري كان مخطط للمباراة اللي بتتلاقي بالنهاردة انها تتلاقي بيوم 10 فبراير زي ما قلت لحضراتكم عشان توقف المنتخب وخلاف والاستعداد ولكن اتوقف الدوري حاجة بسيطة وتم اتخاذ قرار باستقناف الدوري من قبل لجنة المسابقات بقادي كابتن سعيد وفي الحالة دي طبعا كان مضطر أو كل مدير فان انه يبتدي يجهز فرقته كان فيه إصابات فيه غيره فيه غيره امور كتيرة جدا فيه طبعا اعداد معين رفع الأحمال الاستعداد طبعا كان بشكل عام كله اطلخبط لجميع الفرق يمكن خلينا اشرح لكم برضو انه مباراة النهاردة هي المباراة الاولى في الدور التاني طب ايه الدور الاول كان عبارة عن ايه الدور الاول كان عبارة عن 18 فريق الدور الاول كان 18 فريق لعبه من دور واحد مباراة واحدة يعني 18 فريق يعني 17 مباراة للفرق الواحدة وطلع الترتيب وحنستعرض مع حضراتكم الترتيب وكل الامور ولكن خلينا استعرض معاكم من 17 او 18 فرقة اللي كانوا في الدور الاول كان فيه طبعا الاهل الزمالك سبورتنج ترائي الجيش اليوب للسموح على البنك الأهلي اللي لهم بالمعادي الظهور التيران الجزيرة أصحاب الجياد الشمس استاد المنصورة أكتوبر هوليدو الحوار دول التمنتاشر فرقة العبنا رايح جاي العبنا رايح أنا آسف تم ترتيب الجدول بس المعلومة اللي عايز أوضحها لكم فيه نتائج الفريق الأول لوحده وبعد كده بيتضاف عليه نتائج المرتبط مرتبط كرة اليد غير مرتبط كرة السلة مرتبط كرة السلة فرقة واحدة بتبقى مرتبطة مع الدرجة الأولى ولكن في كرة اليد المرتبط بيكون فرقتين موليد 2002 و2004 بيضموا النتائج كلها الفريق الأول مع 2002 و2004 وبيترتبوا الترتيب الجدول يعني ترتيب الجدول مش بس مناء على نتائجك مع الفريق الأول ولكن بيتضاف عليهم مرتبط 2004 و2002 أنا بوضح لحضراتكم الصورة بشكل عام عشان تبقوا عارفين يعني الدوري نظامه إيه وليه الترتيب حصل كده وإيه اللي بيحصل في البداية والدور الثاني والدور الثالث هنشرح لكم القصة عشان تستمتعوا معنا بالمباراة وتعرفوا أهميتها إيه كمان طيب الترتيب العام هنقول الترتيب بدون الفريق المرتبط هنقول بدون الفريق الفرقة المرتبط هستعارض لحضراتكم ترتيب التمنتاشر فرقة بدون 2002 أو نتائج 2002 و2004 الترتيب كان قاتي الزمالك في المركز الأول نقاط 51 نقطة الأهل في المركز الثاني نقاط 49 نقطة سبورتينج في المركز الثالث بنقاط 47 نقطة طلع الجيش في المركز الرابع بعدد نقاط 42 نقطة طبعاً ده الجدل قدام حضراتكم تفصيلين دي نتائج الفريق الأول فقط عشان أدر حضراتكم مؤشر على قوة الفريق الأول بكل نادي هليوبلس في المركز الخامس وكان بـ 38 نقطة سموحة في المركز السادس برصيد 38 نقطة البنك الأهلي برصيد 37 نقطة الأولمبي برصيد 36 نقطة ثم المعادي برصيد 34 نقطة ثم الظهور بنتيجة نقطة 30 نقطة الطيران بنتيجة 31 نقطة بعده ييجي الجزيرة 30 نقطة أصحاب الجياد 30 نقطة الشمس 25 نقطة استاد المنصورة 25 نقطة 6 أكتوبر برصيد 23 نقطة هيلوليدو برصيد 23 نقطة الحوار في المركز الأخير برصيد 21 نقطة ده كان ترتيب 18 فريق في الدور الأول بدون نتائج المرتبط سمحداتكم شايفين أنا بس عايز أستعرض بعض الأمور معلش يا جماعة لأنه لازم نفسس الأرقام شوية معلش الزمالك جي في المركز الأول جي بعدين نادي الأهلي لو بصنا على ما له وما عليه في خلال 17 مباراة هم عمر الدور الأول هللاقي نادي زمالك سجل 658 جول 658 جول دخل فيه 467 جول تمام يعني لي أو فرق الأهداف بين اللي جه واللي راح من يعني اللي جابه واللي دخل فيه فرق 91 نقطة لو أخذين بها لحضراتكم الكولوم أو العمود رقم 1, 2, 3, 4, 5, 6 أنا بتكلم في العمود رقم 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 اللي هو له 7 عليه الفرق موجود فتابعوني في الأعمدة دي هنخش على النادي الأهلي النادي الأهلي سجل 608 نقطة ودخل فيه 419 نقطة والفرق 189 نقطة بمعنى إيه هنا الأرقام دي احنا طبعا هنتكلم عن الأهلي والزمالك لأنه هم دول المتصدرين الدوري بفرق يعني محترم عن سبورتينج بمستقبل سبورتينج جاي وراهم على طول بفرق نقطتين عن نادي الأهلي وربعا عن الزمالك يتضح لنا من الأرقام دي أن صاحب أقوى هجوم هو نادي الزمالك في الجدوة اللي احنا شايفينه سجل 658 نقطة احنا مسجلين جول أنا أعسف جول 658 جول النادي الأهلي حط 608 جول يعني احنا بنتكلم فرق حوالي 50 جول في 17 مطش بيننا وبين النادي الزمالك طيب الدفاع النادي الأهلي دخل فيه 419 جول النادي الزمالك دخل فيه 467 جول يعني دفاع النادي الأهلي أقوى كتير من دفاع النادي الزمالك بفرق 50 نقط 50 جول فرق 50 جول ما بين دفاع النادي الأهلي ودفاع نادي الزمالك لو طرحنا الاتنين هنلاقي ان نادي الزمالك له 191 نقطة من جول أنا أعسف 191 جول ونادي الأهلي ليه 189 جول يعني فرق جول أنا بس عايز اقيم الأرقام دي أقول لكم الأرقام دي ان الفرق قريب قوي الفرق أو المستوى أو الأداء في الملعب بيننا وبين المنافس التقليدي والموضوع مطروك للتوفيق جول الملعب هتقول لي يا كابتن طب ما احنا فرقتنا صغيرين هي دي النقطة هي دي النقطة اللي احنا عايزين نوضحها النهاردة قبل المباراة ان فرقتنا عمرها السنية أزغر بكثير من فرق الدوري انا مش هتكلم على حد تاني بس هتكلم على فرقتنا متوسط عمر صغير جدا في الوقت اللي انت بينك وبين المنافس اللي هو بيتصدر فرق نقطتين عنك الدوري فرق هدفين فرق هدفين الفرق اللي دي كله عليك فرق هدفين بيننا وبين نادي الزمالك المنافس التقليدي طيب ده مطروك للتوفيق في أرض الملعب انت عندك أقوى دفاع وده وضع طبيعي والمنافس عنده أقوى هجوم اللي هيوفق في الملعب هو ده اللي بيكسب وهي دي سر لمطشطنا دايماً بتكون قريبة من بعض وده العرقام اللي بتتكلم وبتتكلم في إيه في 17 مباراة احنا بنتكلم في عدد مباريات اللي هتاخد الناتج من 17 مباراة دول بنسبة كبيرة وده الواقع انت عارفين كل ما بتزيد عدد مباراةك اللي بتلعبها كل ما الأكيوريسي أو الدقة في إحصائياتك بتزيد لأنه بتتكشف كل الأمور فأنا أجيب لكم الإحصائيات دي بعد 17 مباراة لعبوها كل الفرق طب هنروح نظرة على سبورتينج المركز التالي وهو أحد الفرق القوية جدا والمحترمة في دوري المحترفين للكرة تاليات لا برضو 17 مباراة احنا متفقين بس دخل 565 هدف في الهجوم وده رقم مش كبير مقارنة بـ 608 لنادي الأهلي مقارنة بالزمالك 658 لنادي الزمالي يعني 500 في الـ 500 سبورتينج طب دخل فيه كم؟ دخل فيه 454 نقطة يزل يظل دفاع سبورتينج ثاني أقوى دفاع في الدوري بعد النادي الأهلي ييجي في المركز التالي كأقوى دفاع نادي الزمالك أقوى هجوم الزمالك الأهلي سبورتينج شفتوا يعني شفتوا التوزيع جاي ازاي نجيب لكم كأقوى 3 فرق اللي هو 51 نقطة الترتيب بقى النقاط من المباريات 51 49 47 طب ليه النقاط دي ليه النقاط ما يدنا وبين الزمالك نقطتين فرق لأن المباريات الأهلي والزمالك اللي كانت بعد مباريات السوبر وكان ليها ظروفها معناوية ونفسين انت راجل يعني كان عندك أمور معينة خسرت هذه المباراة انت كنت طالع طبعا حالة من الإحباط رهيبة طبعا لأن مباريات كأس السوبر انت كنت متفاوق والأقرب للفوز مشهادة كل خبراء اللعبة وتم زي ما بيقولوا خطف الفوز في الآخر في آخر ثانية في المباراة وحداكم تابعته كل الكلام مش هلتكلم في القصة دي ولكن لعبت وراه على طول بأسبوع يمكن مباراة المباراة بتاعتك مع نادي الزمالك في الدوري فخسرنا فهو ده اللي عمل النقطتين في الجولة التالتة ما الحدش حاجة هو لعبت يعني نتكلم في أسبوع عشر تيام بعد مباراة السوبر ولكن بعد كده انت مشيت كويس كسبت الستاشر مباراة تاني فده لو ده اللي بيدل بيدل على فرقتنا الحمد لله فرقة جيدة أنا ليه بقول الكلام ده عشان يبقى فيه ثقة احنا كلنا ثقة في الجهاز الفني كم تنطرق محروس ولا لعبين اكيد هم عايزين يكسبوا اكيد بيخططوا للمكسب اكيد بيشوفوا الصح ايه بيعملوا نتمنى ليه كل التوفيق هقول لكم برضو رقم الرابع طلاع الجيش ليه هقول لكم ارقام دي لان نهاية دي الفرق اللي هتلعب الدور ده بس خليني بس ناخدها واحدة واحدة طلاع الجيش لعب 17 مباراة فاس في 11 تعادل في 3 هزيمة 3 طيب هو حد 520 هدف ودخل فيه 469 هدف له 51 جون او هدف النقاط اللي ليه 42 نقطة ده المركز الرابع كان يجي في المركز الخامس هليوبلس المركز السادس سموح طيب الستة اللي اتأهلوا للدور اللي بعد كده الدور اللي بعد كده حصل في ايه قالك هناخد اول ستة وهيطلعوا بنقاط معينة للدور اللي بعد كده الدور اللي احنا بنلعب فيه بقى دلوقتي اللي هو اول مباراة فيها مين الستة اللي اتأهلوا خلي بالكم بقى اللي انا ورده لكم ده نتائج الفريق الاول طب هنضم عليه المرتبط شوفوا بقى الفرق بقى حصل ايه معلش يا جماعة نستأذنكم اردوا معنا ترتيب الاعتباري لفرق دوري المحترفين باضافة ترتيب الاعتباري بعد اضافة المرتبط 2002 نتائج 2002 و2004 شكرا هيا دي هتلاقوا الترتيب اول اربع فرق زي ما هم زمالك الاهل سبورتين طلعي الجيش بس هنقول هنستعرض كل فريق استفاد من ناشئينه ايه هنلاقي الزمالك خد من فريق 2002 تسع نقاط وخد من فريق 2004 سبعة ونص نقطة ده الجدول او العمود الابل الاخير التلاتة عمدها الاخيرة انا عايشكم بس يتركيزوا فيها هتلاقي اول العمود الابل الاخير 2002 الابل الاخير 2004 الاخير اجمالي طيب نادي الاهلي خد من المرتبط 2002 خد 8 نقاط وخد من 2004 2008 هنبص على سبورتينج نفس الكلام 2002 خد 8 ونص 2004 خد 8 في طلاع الجيش اللي هو الرابع خد سبعة ونص 2002 وخد ستة من 2004 فريق 2004 سموحة بصوا بقى احنا عندنا الوقت كان طلاع الجيش في الفريق الاول كان الخامس كان مين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة كان هليوبلس هنا الخامس واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة بقى سموحة بقى سموحة وهليوبلس رجع للمركز السابع تلع بره بره التأهل يعني المرتبط طلع سموحة للخامس ودخله مع القبار ليه بقى سموحة خد ستة نقاط من 2002 وخد كم بقى خد تسع نقاط من 2004 اقوى فريق في 2004 فريق سموحة عشان كده الدوري او الاتحاد كورة اليد بيتك على المرتبط عشان يضمن ان فيه اجيال طلع يبقى خد سموحة اعلى فريق واحد نقاط من 2004 تسع نقاط طيب هنخش على السادس السادس كان فوق مين البنك الاهلي فضل كما هو واحد 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 ثلاثة اربعة خمسة ستة السادس كان سموحة انا اسف سموحة كان السادس في ترتيب الفرقة طلع بقى خامس طيب البنك الاهلي البنك الاهلي كان ترتيبه في الفريق الكبير واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة طير هليوبلس البنك الاهلي هو اللي دخل مكان هليوبلس دخل هليوبلس في السابع والبنك الاهلي دخل سادس عشان مجموع نتائج الفريق الاول والمرتبط خليته احسن من هليوبلس بفرق ثلاثة نقاط ونص هليوبلس فريق المرتبط بتاعها ما كانش جيد عندنا البنك الاهلي خد سبعة نقاط من 2002 وخد خمسة ونص من 2004 في الوقت اللي هليوبلس خد ثلاثة نقاط فقط من 2002 وخمسة فقط ولاي الجد من 2004 ضمن التأهل الست فرق طيب هنقول اجمالي النقاط خلاص بقى هنجمع الاتنين ونقول اجمالي النقاط لكل الست فرق اللي هيلعبه من الست فرق اللي تأهله بقى للدور ده الزمالك تأهل اول في الاجمالي برصيد سبعة وستين نقطة ونص الاهلي تأهل ثاني برصيد خمسة وستين نقطة ونص دول دول التشيرتات الوان تشيرتات الفرق اللي تأهلت تمام عندنا الفريق التالت اللي تأهل سبورتين تأهل تلاتة وستين نقطة ونص تأهل في المركز الرابع نادي طلاقع الجيش برصيد خمسة وخمسين نقطة ونص تأهل في المركز السادس تاني الجدول برافو اشكركم يا جماعة تأهل في المركز السادس سموحة المركز الخامس سموحة برصيد 53 نقطة وتأهل في المركز السادس البنك الأهلي برصيد 49 نقطة ونص ودول الست فرق اللي دخلوا على الدور اللي احنا فيه طيب هنخش بقى هل هنخش بالنقاط دي لا صفر العداد بقى يا باشا وهنخش بنقاط جديدة يعني ايه صفر العداد يعني الكلام ده كله عشان اتأهل بيه طب الدور ده يا كابتن ايه اللي هيحصل هنشيل كل ده وهندي للأول خمس نقاط الثاني اربع نقاط الثالث تلت نقاط الرابع نقطة ونص الخامس نقطة السادس نص نقطة الزمالك تأهل كأول تصفيات بخمس نقاط تأهل بعدي النادي الاهلي كثاني تصفيات برصيد اربع نقاط تأهل سبورتينج ثالث التصفيات اللي حدركم شايفينه احنا معلمين اهو على الست فرق معلمين عليهم لون ابيض ولون اورنج ابيض وورنج تأهل في المركز الرابع طلاق الجيش وخلي بالكم طلاق الجيش تأهل بنقطة ونص التالي تلت نقاط مقصودة مقصودة اقول لكم اصدوم ايه الرابع نقطة الخامس الرابع اللي هو البنك الاهلي نقطة الخامس البنك الاهلي نقطة السادس سموحة نص نقطة طيب ليه؟ خلى الفرق ما بين التالت والرابع نقطة ونص في حين ان احنا كنا مشين نقطة 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 عشان يدي الافضلية للتلاتة الاوائل وضع طبيعي انا راجل اكتهدت تعبت اكتهدت وتعبت اشانا خش في التلاتة الاوائل وصرفت وعملت ومستحيل اسويك التالة اسويه بالرابع او خلي الفرق منه اول والتاني والتالت زي الفرق من التالة والرابع لا آسف في حين أنه رجع تاني خلاها فرق نص نقطة ما بين الرابع والخامس والسادس ما خلاش نقطة يعني نقطة ونص نقطة نص نقطة ليه عشان يدي أمل لهذه الفرق ما يقولكش بقى خلاص أنا بقيت سادس فشكرا يا جماعة أنا كده خلاص راضي بالسادس لا أنت ممكن لو شدتش واني تبقى الرابع عشان يخلي المنافسة من الأول والتاني والتالت على أشدها ويخلي المنافسة بين الرابع والخامس والسادس على أشدها وده حكمة اتحاد كرة اليد أو لجنة المسابقات في كرة اليد خليت لأ الفصل أعزائي المشاهدين وارجع لكم لسه عندنا كلام كتير هنقول لحضراتكم وأرقام هنحللها ولكن بعد الفصل لما حضراتكم الجديد طبعا بفكركم إن شاء الله هنقلل لحضراتكم بعد دقائق مباراة كرة اليد الأهلي واسموحها والمباراة ستقام على صالح الأمير عبدالله الفصل في تمام الساعة الثامنة إن شاء الله والمباراة في بداية الجولة الأولى في الدور التاني إن شاء الله في دور المحترفين لكرة اليد طبعا إحنا كنا استعرضنا مع حضراتكم قبل الفصل عن الأرقام والجداول والترتيب والقصة والحكاية بس لازم أستعرض معكم إحنا جلنا من أرض الملعب تشكيل الفريقين وده طبعا حصل لقناة النادي الأهلي وعايز برضو أفكر حضراتكم اللي مش هادر يشوفنا على شاشة قناة النادي الأهلي لأي ظرف إحنا بإذن الله في بث مباشر للمباراة على صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب شانيل يقدر في أي مكان يتابع فرقته بمهور النادي الأهلي وده اللي إحنا بنحاول بشتى الطرق في قناة النادي الأهلي إن إحنا نكون جنب أبطالنا في كل مكان خلينا استعرض مع حضراتكم تشكيل النادي الأهلي النهاردة عندنا طبعا حراسة المرمى عبد الرحمن طهى عبد الرحمن حميد ومحمد عصام الطيار الحمد لله تلت حراس تمام طيب نخش على اللاعبين أسامة الجزيرة أحمد عادل محسن رمضان عمر خالد كستلو ياسر سيف محمد لشين إسلام حسن عبد الرحمن فيصل إبراهيم المصري أحمد هشام سيسة مهاب سعيد سيف هاني والناشئ المتصاعد أو الشاب المصاعد مهاب سعيد موليد 2003 دي كانت فرقتنا اللي هتلعب النهاردة هكررها تاني لحضراتكم حراسة المرمى طبعا دي لقطات حية من أرض الملعب طبعا حضراتكم شايفين التسخين طبعا واضح جدا الناحية الشمال نادي سموحها وأكيد إن شاء الله يكون الناحية اليمين نادي الأهلي لسه نادي الأهلي منزلش عشان يجري الإحماء بشكل كامل طيب تاني فريق النادي الأهلي حراسة المرمى عبد الرحمن طه عبد الرحمن حميد ومحمد عصام الطيار دول حراسة حراسة المرمى التلاتة الحمد لله بحالة جيدة موجودين في أرض الملعب هنروح للعبين محترفنا التنسي أسامة الجزيرة عندنا أحمد عادل الحمد لله تمام وحالته كويسة بيشارك محصر رمضان الحمد لله عدم الإصابة وبيشارك أمر خالد كستيلو ياسر سيف محمد لاشين إسلام حسن كابتن الفريق عبد الرحمن فيصل إبراهيم المصري أحمد يشام مهاب سعيد سيف هاني مهاب سعيد طبعا زي ما قلت لحضراتكم اللاعب المصاعد من الفريق 2003 اللي بيستعين به كابتن طارق محروس المدير الفني لفريق النادي الآن طيب عايزين نروح ليه تشكيل سموحة لازم نقول برضو تشكيل الفريق الضيف هنقول مع حضراتكم واحدة واحدة ثانية واحدة طبعا لأنه لجايلي السكورشيت من أرض الملعب عندنا طبعا أول لا ثانية واحدة معلش يا جماعة أشوف بس خليكم معايا نجيب لا معلش يا جماعة بعتوها لي تاني أنا اللي عندي عندي القائمتين الأهلي الاتنين أهلي فمعلش هنجيب لحضراتكم قائمة نديه سموحة مفيش أي مشكلة خالص وانا أعرضها لحضراتكم وانا لكم كمان بأسامي الجهاز الفني طبعا طب خلينا نروح لأرقامنا عشان نحط حضراتكم في الصورة احنا استعرضنا الست فرق لألعاب الدوردة تاني بذكركم بهم الزمالك الأهلي بالترتيب ترتيب التأهل الزمالك الأهلي سبورتين ترائي الجيش البنك الأهلي سموحة هنا أنا حب أتوقف ونشكر الحقيقة فريق بنك الأهلي نربط على إيده الحقيقة فريق صاعد بيشارك للمرة الأولى في الدوري بيطلع كانوا عاملين معسكر في تونس بلعبوا أقوى الفرق التونسية هناك يعني لما بلاقي فرق الحقيقة كده أنا ببقى سعيد ليه؟ لأن ده في الأول والآخر هو بيصب في مصلحة مين؟ في مصلحة منتخب مصر وهو الأساس وهو اللي احنا كلنا بنشتغل عشانه منتخب مصر فإذا اللي عملوا نادي البنك الأهلي يمكن نادي طلع الجيش مش غريبة عليه يكون في الستة الكبار سبورتينج مش غريبة عليه سموحة مش غريبة عليه ولكن لازم ندي البنك الأهلي حقه لما بيتخش علاصر جديدة وفرق جديدة في الدوري وتوصل ده حاجة كويسة وضخ استثمارات وبرعاية لشبابنا احنا نحب نشيط بالحاجة الإيجابية زي ما شايفين احنا مثلا في كرة السلة فريق مصر للصلاة وفريق مصر للتأمين طبعا كل ده بيدي زخم بيدي زخم للدوري وبيدي قوة وبيدي إضافة واد فاليو كبير جدا لمنتخبات مصر وده اللي احنا عايزينه عايزين نشوف دايما منتخب مصر رقم واحد طيب هنروح لحضراتكم نقولكم بعض المعلومات المهمة عن الدور السابق عشان تاخدوا مؤشر يعني هناخد مثال ماتش الأهلي وسموحها في الدور الأول خلص كام ما ده مؤشر برضو ده طبعا فريق سموح مؤشر عشان تبقوا عارفين احنا ماتش الأولاني خلص 34-22 اه طبعا حضراتكم شايفين طبعا خلاص احنا بنتكلم لحظات عشان نبقى في أرض الملعب انتو زي ما شايفين الفرق طبعا تقليد المتبع في كرة الياد لازم الفريتيني سليم على بعد الطائرة كده برضو الباسكت بس هو اللي بش كده طيب خلاص احنا لحظات ونروح لأرض الملعب عزيزي المشاهدين هنروح لصالة الأميرة عبدالله الفصل بمقر النادي الأهلي لنقل أحداث مباراة كرة الياد الأهلي واسموحها في الجولة الأولى في الدور الثاني من دوري السوبر لكرة الياد ومعلقنا الكابتن إهاب مصطفى فإلى هناك